الاسماعيلي في صحوة مع اهاب جلال كابتشاري نهارده بيكسب الجونة 32 والجونة فرقة كويسة مع رضا شحاتة مهم جدا الاسماعيلي بالجمهارية والشعبية وواحدة من الفرقة المحترمة جدا كان صعب جدا ترتيبه في الجدول تولد كابتن اهاب جلال اللي انت تدي مدير فني كف المسئولية هو السؤال السؤال هنا ما لها نفس اللعيبة الموجودة ما دفوش جديد فدي رسالة لنا كلنا هل هي روح ولا هل هي تغيير امور انتو اللي تفهموا بتفرق امور فنية اكيد فنية بتفرق من مدير فني لمدير فني نهارده كابتن طريقة اللعب مين اللي بيحطها المدير الفني المدير الفني بيشوف النوعية اللعيبة اللي معاه علشان اللي ما يحطي تشكيلته طريقة اللعب اللي تناسب المجموعة اللي معاه اكيد الكابتن اهاب واحد من المداربين المحترمين جدا بصمته قطح الفريق من أول دي أنا مش مع المدارس دايما اللي يقولك المدارب ما قادرش حكم عليه من خمس ست ما تشاط لكن في حاجات انت بتبقى تشوفر الفني أو احنا بنقعد نحل المفروض بيبان أمور فنية بانت مع كابتن أهاب جلال النهار ده فوز متتالي المدارب يقدر يعمل التحول ده أه طبعا المدير الفني يعتبر هو كل حاجة هو رئيس الفرق هو اللي بحط الخط العريضة الكابتن أهاب جلال بمدرسته في التدريب تناسب الاسماعيلي هو كل الفرق اللي رحه فرق بتبتدي كورة من تحته ولعبت كورة فبالتالي طريقة أهو أنه هو يعني هو مدارب كبير طبعا بس ما ننجحش مع الزمالك بس ممكن ما ننجحش مع الزمالك من وجهة نظري الضغوط فإن مش أي حد يمسك نادي الزمالك نادي الزمالك يعني محتاج حد فلازي أهو طبعا الضغوط كبيرة عليك تدخلات كتير كلام كتير بتحتاج اللي أنت تفصل فرقتك طول الوقت عشان تنافس وعشان تروح للمكانة اللي أنت تستحقه وطريقة تدريب الكابتن أهاب جلال أو طريقة اللعبة ممكن ما تنسبش نادي الزمالك من وجهة نظر اللي هو كان بيختارها اللي أنت تحضر من تحت قوي فالفرق هتبتدي تتجرق عليك فخسر نقاط فبالتالي الجمهور الصبر مبقاش موجود مع اللي طول الوقت هيقول لك أولاد نادي الزمالك كتير جدا جايبين مدرب مش من أبناء نادي الزمالك ده حصل وشفناه وسمعناه فأنا بحيي كابتن أهاب جلال وجهزه المعاون بالكامل حمد إبراهيم كابتن حمد إبراهيم وجهزه بالكامل اللي أنت كان مكانة نادي الإسماعيلي بيروح بالفوز المتتالي بيحطه في مكانته في الجدول خصوصا الفرق كلها قريبة من بعض لما بتكسب بتقدر تنط أكتر من ثلاث فرق لأن أنا بشوف النادي الإسماعيلي بإسمه وبتاريخه وبجمهوره مش دي المكانة اللي كانت من قبل كابتن أهاب جلال لتبقى مكانته في الجدول